انتهت الحرب ضد تنظيم الدولة قبل أكثر من عام بحسب بيانات الحكومة في بغداد غير أن حرباً أخرى لم تنتهي بعد حرباً تشنها الحكومة وميليشيات الحشد الداعمة لها ضد العراقيين نحو مليون شخص ينتمون إلى أكثر من عشرين مدينة عراقية لا تزال معاناتهم متواصلة في مخيمات النزوح برغم وعود حكومية متكررة بحل أزمة النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم التي مضى على استعادة السيطرة على بعضها ما يقرب من أربع سنين غير أن ثمت ما يمنع هؤلاء النازحين من العودة إلى مناطقهم فتلك المناطق تعرض أكثرها لعمليات سلب ونهب وحرق واسعة على يد ميليشيات الحشد طالت المنازل والمباني العامة والخاصة والمتاجر والأسواق وحتى المزارع والبساتين وبرغم ما زعمته تلك الميليشيات وقت ذاك من أنها أتت لتحرير تلك القرى والمدن من سيطرة تنظيم الدولة وضمان بسط سلطة القانون فيها إلا أن الأمر اختلف عن ذلك منذ اللحظة الأولى لتدخل تلك الميليشيات التي تعلن بل وتؤكد في كل ظرف ومناسبة وتصرف ولاءها للنظام الإيراني ومرشده علي خامنئي تقارير عسكرية نقلتها صحيفة العربي الجديد صادرة عن قيادة عمليات الفرات الأوسط ونينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوق وديالا كشفت أن هناك عددا كبيرا من المدن والمناطق المستعادة لا يزال أهلها ممنوعين من العودة إليها حيث تتخذها ميليشيات الحشد معسكرات لها وتمنع دخول أي طرف إليها ولو كان ذلك الطرف منظمة إنسانية أو وسيلة إعلامية ما كشفته التقارير العسكرية أكده مسؤولون في حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر لعبادي حين حملوا ميليشيات الحشد مسؤولية منع عودة أكثر من 90% من النازحين العراقيين في حين يتهم ناشطون الميليشيات بمحاولة إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق خدمة لأجندات طائفية تدعمها أحزاب سياسية تابعة للنظام الإيراني